يوم الجمعة عندنا واجب بنقرأ صورة الكهف يوم الجمعة فمن قرأ صورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له ما بين الجمعتين يبقى فيه إضاءة من النور ما بين الجمعتين خد وجبة رائعة وجميلة من النور طيب جميل ومن قرأ صورة الكهف ليلة الجمعة اللي هي ابتداءا من يوم وإحنا يوم الخميس أول ما الشمس تغرب مع غروب الشمس كده نقولك أنت بيت في ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق لأن الحياة دي كعبة فمن واجبات بتاعتنا يوم الجمعة نحن بنقرأ صورة الكاف كذلك من واجبات الجمعة أن احنا بنكثر فيها من الصلاة والسلام على رسول الله على أنه النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده إن من أفضل أيامكم إن من أفضل أيامكم أيوة يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيها فإن صلاتكم معروضة علي قالوا له يا رسول الله إزاي هتعرض عليك وقد أرمت يعرف أنت قال من يحيي العظامة وهي إيه رميم فلما بيموت بيحصل إيه أن العظام يبقى رميم بقى ويبلى النبي قال لا إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء جسد النبي حضرات في قبر الشريف زي ما هو بالضبط بالضبط ما فيش أي حاجة ما فيش أي حاجة حصلت له لم يتأثر ولا تأكله الأرض مش سيدنا محمد بس وجميع أنبياء الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وكل ملك أنا عند قبري فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي الملك يا رسول الله إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة يلا كده إيه خلص البرنامج وإحنا عادين لسه في البرنامج كده ترطب المجلس بتاعنا دايما بالصلاة على رسول الله أم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا النبي يا رب وآله وصحبه أجمعين اللهم أمن